السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال شباب وشكتونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي عندنا اليوم عندنا مباراة شطرنجية رهيبة جدا يخيل تال بيلعب ضد أناتولي كاربوف المباراة هي جدا سفاحة وانت قبل ما تفوت على هالجيم عارف ان المباراة هي سفاحة لان المباراة لتال تال بالأبيض بيلعب ضد كاربوف ببطولة بلتز بعام 1987 ايفور من تال سي سيكس هذا بيسموه دفاع الكاركان وكاربوف تميل جدا بهذا الدفاع تكمل الاساسيه هون هي لي فور لكن هون تال اختار لاين جدا جميلة والسي فور هالا بيسموه البانوف اتاك دي فايف اي تكس على دي فايف سي تكس على دي فايف و بهذا الوضع نايت على السي او فانايت على الاف سيكس الفكرة هون انو الأبيض ما بيحب يأكل كوين تكس على دي فايف لانه بصر في نات سي تري وباكسب واحد على الوزير بعدما ترجع النات F3 أنا عندي قطعتين منتشرين بينما أنت ما منتشر ولا قطعة فعشان هيك بيحكي لك أنا خلص والجندي هذا بالجابي عندي مطمون فبيجي نات F6 هلا راح أكل بالإحصان وما بضطر أنه حرق وزيري وتكسب عليه وقت بنات C3 ولا هم يحزنون نات على C3 أكل نات X على D5 كمل أبيض نات على F3 أكل نات X على C3 هم كأربوف وتال أكل BX على C3 أكيد ما راح تأكل بهذا الجندي لأنه الوزير يعني بصرف يتكسر وزيرة وإنت بدأك تهجم يعني تالي اللي عم يلعب بالأبيض يعني ما أي حدا BX على C3 وبهذا الوضع صحي أنه الأبيض عنده حصان منتشر وحيلعب D4 هلأ بس الأسود عنده تعويض أنه قطعه حتنتشر أسرع يعني هالفيلم فتوح له جاهز أنه ينتشر الحصان حيجع على C6 الفيلاد حيجع على D7 والوضع يعني متكافئ جدا G6 من كاربوف و D4 بيشب على G7 و بيشب على D3 تبيض قصير من الطرفين ولهذا الوضع طبيعي الجيم هادي ما في أي شي نعت على C6 و روك على E1 هاي الأوضاع عادة بيحاول اللعب الأسود أنه يلعب E5 ليش E5؟ عشان يفتح للفيل هذا أكتر عشان يضرب الوسط والقلعة تكون هاي نشيطة على E8 ويكون في ضغط على هذا الجندي اللي هو نوعا ما يعتبر يعني بعد هاي الأكلة حيصار جندي معزول روك على E8 عشان يلعب E5 و بيشب على G5 بهذا الوضع مانع الفكرة اللي هي E5 لأنه بهذا الوضع جندي E7 مربوط لو بدك تز E5 بتخسر وزيرك وبهذا الوضع هون كاربوف لعب نقلة شوي غريبة اللي هي بيشب على E6 نوعا ما هاي النقلة ما بتركها بشوي بس خلوني حاول وضح حاول وضح الفكرة أنه يمكن كاربوف شاف أنه في ضغط على هذا الجندي رهيب فحقف لك أوكي أنا ممكن يجي بيشب E6 بعدين ألعب F6 بيشب على F7 وحاول ألعب E5 يمكن هذا كان رأي وتفكير كاربوف لكن هون تال كان له رأي آخر تال بهذا الوضع شاف بيشب على E6 وانت بتتوقع خلص يعني تال شاف هذا الفيل وتال عم يلعب ومباراة بلتز أما على طول راح ضح حرك تيكس على E6 طبعا الفكرة بعد F7 على E6 ما في كش مات ما في مكسب واضح لكن هذا اللي بيميز تال انه هو عنده الخبرة التكتيكية اللي بتخليه انه شايف كتير مباراة تكتيكية أو بيكون عارف انه اوكي خلص هول جنه لو ضعاف أنا عندي ميزة فيلين أنا لازم كون هون أقل شي أحسن أو لوضع متساوي اجي هلا هون بيشوب على C4 والفكرة انه الجندي هذا غالبا حيسقط لانه راح اضغط عليه بكوين بي ثري أو كوين على E2 مع روكي 1 وحيسقط وبيصير انه عندي فيلين مفتوح لن مقابل قلعة وهذا الشي عادة بعالم شطرنج يعني ممتاز جدا فبيشوب على C4 طالب جندي E6 كوين على D6 حامي كوين على E2 طالب كمان مرة اضطرب هذا الوضع انه يرجع نايت على D8 يحمي جندي L6 روك على E1 زايد الضغط وروك على C8 وبهذا الوضع انت ما بزوط انك تاكل لانه لو انت هيك اكلت فهي مجرد تكسيرات بتكون من صالح الاسود لانه هو بياكل على C3 وانت بتكون هيك خسران فرق وبصراحة جنودك ضعيفة وما اليك مصلحة تفوت بهذه النهاية فعشان هيك اجي هو نايت على D2 نايت على D2 كمان مناورة جميلة جدا وشوف شلون تال لما يضحي وهي شغلة كتير مهمة بدي وضيحة كتير من الناس بيفكروا انه تال لما يضحي او بيفكروا تال اصلا هو بس قوي تكتيكيا ما في شي اخوان اسمه تال قوي بس تكتيكيا او الاستراتيجية انه كان ضعيفة لانه هو هيت تضحي مثلا ضحاها وكان عارف انه حيفوت بوضع استراتيجيا ووضع احسن يعني بهالوضع قطعه كله نشيطه وعنده ضغط على هذا الجندي وعنده حصان حيوعد هون وعنده الوسط فضروري اي لاعب انه يكون تكتيكي وستراتيجي بنفس الوقت لانه انت لو كنت بس تكتيكي يعني اذا ما فيك كشمات ما رح تكون عارف تقيم الوضع فهو شاف هذا الوضع وقيمه وعرف انه هيكون عنده افضلية استراتيجية اللي هي انتشار بالقطع وقطع فعاله والوسط وعنده تهليدات فعشان هيك وفاتوها للوضع فالفكرة انه ما ضروري انه انت تضحي عشان تكون شايف مات ممكن انه تفوت ضحي عشان تطلع بافضلية استراتيجية خليك تكسب الجيم بطريقة عادية نات على الديتو بدي ايش نات على ال اي فور متبوعة بينات سي فايف مثلا وازد الضغط كما مرة ينق على الاتشيت بعد عن هذا الوتر بيحاول هون انه يلعب اي فايف نات على ال اي فور طالب الوزير اكوين على السي سابن هارب من الطلب وبيشب على البي ثري عادة الفين هون على البي ثري غير انه قوي بس هو اصلا كاما طلب فاس بس عم فيه على البي ثري الفين هون قوي على هذا الوتر اي فايف طبعا اي فايف اوكي انت هتفتح لفينك بس المقابل ضعفت هذا الوتر كتير وضعفت خائنة الجيئات هون تال يعني شاف انه بطل في كتر مستقبل وبطل في اشياء واضحة فحكى لك عالسريع اتش فور اتش فور ليش بدي اللعب اتش فايف وانت بالبداية لعد جي سكس هلا بدي اخليك تندم عليها بدي اجيب كل القطاع على عمود الاتش اي تكس على دي فور ولا عبر اتش فايف انه عادة انبه الوضاع يعني هو للقطاع ما نشغالي فانا بدي حاول بأسر عباد ممكن اني اوجم عليك وعطي كشمات جي تكس على الاتش فايف وين تكس على اتش فايف وهذا الوضع القلعاني على ال اي ات مطلوبة اجي روك على ال افات وهذا المربع الوحيد لانه هذا المربع ممسك والفيل فاروك على ال افات وبهذا الوضع هون يشبع على سي تو بهذا الوضع اللي اشفناه قبل شوي احسف لما هو اجا بشبع على ال بي ثري كان ممكن يرجع بشبع على ال دي ثري بس لما لما يكون في جندي على جي سيكس سيد اما هدخلوا بقاعدة يكون في جندي على الجي سيكس بيكون الفيل هذا فانو شيط لانه ضارب جندي محمي منيح فهون بهذا الوضع بعد ما رجع على ال بي ثري ولعب اجفور واكل بطل في جندي هون فلما الفين هون رجع على سي تو صار ضارب بخانة الات سبن وصار فيل قوي فعشان هيك بشبع على سي توان تعتبر نقلة محترمة جدا والفيل اقوى على هالوتر من هذا الوتر وبهذا الوضع الاب يضم هده التهديد القوي اللي هو نات على ال افسكس فكرة من نات افسكس انو انا اكون طالب كشمات بالفيل بالفيل والحصان والوزير يعني مثلا انت هون لو لعبت اس اكس نات على الاف سكس هلا الملك هذا ما بيتحرك ما بيقدر يهرب اي مكان انا طالب كوين تيكس ات سبن والوضع بصراحة سيه لو اكلت حصاني كوين تيكس ات سبن ولو سكرة عفيل باي طريقه من طرق كوين تيكس ات سبن لسى بتكسب و لو لعبت سكس كوين جي سكس طالب كشمات كمان مرة لو أكلت كشمات ولو اكلت كشمات فهون كاربوف لعب وين على ال اي فايف طبعا فكرته كوين على ال اي فايف هون انهو بيحاول يمنع نات افسكس بيحاول ها بيحاول يقولي منع ناة F6 بيحكي له لو انت جيت ناة F6 فانا باكل على ال E1 فهو انتال حكالو تصدق شو ناة على ال G3 نعم كل فكرة من ال G3 فكرة انه بدو يفتح للفيل فيل هذا هو انصر قوي اطالب ال Quintex 7 ما عندك ولا قطعة تحميه فخلص لازم يكون اكسب لانه بنهاية انا بهمني اعطيك كشمات ما بهمني الماديات ولا القطع ولا شي فاعطاء القلعة اكل هون Quintex E1 يجي كينغ على H2 هذا الوضع انه هون طالب كشمات كينغ جي ايت هون ما بتنفعك لانه باكل يجي هون اي كشمات معروفة لازم تكون بتعرفه فاللعب هون H6 وهون اكل بيشوب تيكس على ال H6 هذا الوضع اسف Quintex على H7 كشمات اخوان انا عمكوح من هذا من اول الفيديو ما بعرف ليش فى Quintex E7 كان تهديد ايجا بيشوب على H6 او فانا او ايجا H6 هاي ما كان تفضل نقلي هاي نقلي قدت لأفضلية كتير كبيرة لتال بس كان في نقلة بتخليه يتعادل لكاربوف هي بيشوب على H6 الفكرة ان بيشوب H6 انه انت بعد ما تاكلني يصار عندي المجال انه يجرب كاف سابن وحبيه وهي بتأدي لتعادل بالاخر اقل شي لتال لو لا التكملة الصحيحة كاربوف هوا هون ايجا H6 اكل بيشوب تيكس على H6 الفكرة هو لو انت اكلت انا بك الشك لو بدي او ما بعرفون باكل اول شي بعد ما تيجي هون بك الشك عليين بعطي Q7 مات فاكل بيشوب تيكس H6 كينغ على G8 اكل بيشوب تيكس على G7 بهذا الوضع لو انت اكلتني فنفس الكرة كش مات ايجا روك تيكس على F2 كشو من H7 ايجا كينغ على F7 المربع الوحيد كوين على G6 الملك اجباري يرجع على G8 وهون بيشوب على H6 والملك اجباري يجع على H8 وهون انت عندك كش ماتين اختار ايهما اجمل ويلعبون حتى كوين هون احلا يعني كوين هون الملك ما بيتحرك لا هون ولا هون اجباري ترجع بالقلع بني مات فها كان القيم صراحة انا بالاخر هي كتميت كح وكح وكح وخربت التضحيات وخربت جمال ادوار تيل فسبحونا القيم كان كتير رهيب تالب صراحة لعبة لعبة عليه يعني اج فور اج فايف واكل على G6 انا بحمل ادوار يعني عن شدة عبارة عن درس بالهجوم ودرس بالتكتيك والحلو انه انت لما تشوف هاي الادوار خلص بتكون عارف يعني مثلا هون الدور كامل مستحيل يكون يكمل ويكون بهاي اللذة والحلاوة لو لا روك تكسي ايز اكس فانت المستقبل لما تلعب قيمات بلتس او كلاسيك خلص بتكون عارف انه لو انا بضحي فرق مقابل هجوم وفعليا يكون هجوم واضح وميزة في ليلة وكذا فاكيد هشي من مصلحتي والانجن بايد ان هشي من مصلحة الابيض وفعليا نتال ونكسب فكان قيم هيك جميل انا استمتعت فيه صراحة كل يرأي يكون فيه ومنشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه ومثل ما بنختم فيديوهاتنا عادة سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبو اليك كثير تعبت بهالفيديو بذل روحي شمي سلامه جميعا اشتركوا في القناة